بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا جعفر محمد بن علي البر التقي الإمام الوفي السلام عليك أيها الرضي الزكي السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا نجي الله السلام عليك يا سفير الله السلام عليك يا سر الله السلام عليك يا ضياء الله السلام عليك يا سناء الله السلام عليك يا كلمة الله السلام عليك يا رحمة الله السلام عليك أيها النور الساطع السلام عليك أيها البدر الطالع السلام عليك أيها الطيب من الطيبين السلام عليك أيها الطاهر من المطهرين السلام عليك أيها الآية العظمى السلام عليك أيها الحجة الكبرى السلام عليك أيها المطهر من الزلات السلام عليك أيها المنزه عن الموضلات السلام عليك أيها العلي عن نقص الأوصاف السلام عليك أيها الرضي عند الأشراف السلام عليك يا عمود الدين أشهد أنك ولي الله وحجته في أرضه وأنك جنب الله وخيرة الله ومستودع علم الله وعلم الأنبياء وركن الإيمان وترجمان القرآن وأشهد أن من اتبعك على الحق والهدى وأنا من أنكرك ونصب لك العداوة على الظلالة والردى أبرأوا إلى الله وإليك منهم في الدنيا والآخران والسلام عليك ما بقيت وبقي الليل والنهار اللهم صل على محمد بن علي الزكي التقي والبر الوفي المهذب النقي هادي الأمة ووارث الأئمة وخازن الرحمة وينبوع الحكمة وقائد البركة وعدي للقرآن في الطاعة وواحد الأصياء في الإخلاص والعبادة وحجتك العليا ومثلك الأعلى وكلمتك الحسنى الداعي إليك والدالي عليك الذي نصبته علماً لعبادك ومترجماً لكتابك وصادعاً بأمرك وناصراً لدينيك وحجتاً على خلقك ونوراً تخرقوا به الظلماء وقدوتاً تدركوا بها الهدايا وشفيعاً تنالوا به الجنة اللهم وكما أخذا في خشوعه لك حظاً واستوفى من خشيتك نصيباً فصل عليه أضاف ما صليت على ولي ارتضيت طاعته وقبلت خدمته وبلغه منا تحية وسلاما وآتنا في موالاته من لدنك فضلاً وإحساناً ومغفرتاً ورضواناً إنك ذلماً للقديم والصفح الجميل برحمتك يا أرحم الراحمين اشتركوا في القناة